السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أمور سليم والنهار دا نتكلم على الـ Design Option يعني في كذا اكتراح لتصميم حاجة هنرتب العفش بتاع الشقة عايزت تعرف تفتح القطن على بعض ولا تفيلهم وكذا يعني طيب بدل ما يبقى عندي كذا ملف لأ هو ممكن يبقى كذا يبقى هو ملف واحد وفيه كذا option طيب خليني أفترض أن في بعض الحوايطة نحن ندرب كذا النموذج بحيث أن كل مرة نرتكري بالنموذج إلى آخر طيب وليكن مثلا حاجة بشكل دوت يعني أي حاجة جميل كده طيب هابدأ أقول له عايز فيه أكتر option فأقول له هنا الـ Option Set يعني يقول لك أنت عايز الاقتراحات دي ممكن مثلا ايه الاقتراحات دي عشان الغرفة الأمامية لأ عشان التوزيع الإنوار لأ عشان كذا فدي بشمسود بها الـ Optionات الـ Optionات موجودة تحت فأنا مثلا أقول له عشان الـ Ro مثلا أو عشان كذا تمام؟ هقول له مثلا عشان الـ Wall هقول له Rename وأقول له والـ تمام؟ ورث أوكي طيب أنا عندي Option واحد معنى كده إن الاقتراح الموجود ده ولا أشتغل بيه لأ ممكن يبقى عندي اقتراح اثنين، ثلاثة، أربعة، زي من عايز تمام؟ ننفيش أي مشكلة وممكن يبقى عندي Option Set تاني اللي حاجة تانية يعني ممكن يبقى دي مثلا لغرفة النوم ودي الغرفة بتاعت الغسيل مثلا طيب ده هنا كل المرسوم هو مشترك في كله ما فيش أي مشكلة خلصة من هنا بتقول له مثلا عايزة تشوف Option 4 عايزة تشوف Option 5 فحصل إيه؟ ما فيش حاجة اختفت بس باية تخفيفها شوية وملكش أنت تعمل Select اللي عشان فيه Active Only لو أنت عمل Select على Active Only بش أعمل سلكت على حاجة لو شوية تلعامة دي هتلاقي أنت بتعمل Select عادي خلص تمام؟ طيب خلينا مثلا إحنا موجودين هنا في Option 5 وأقول له ارسم لي الحائط دوت ماشي؟ طيب هروح لـ Option 4 ما بقاش فيه الحاجة اللي مرسوم على Option 5 اختفت هروح لـ Option 3 فيش حاجة مرسومة في Option 3 تبدأ أنت ترسم حاجة في Option 3 تمام؟ فممكن تقول له أنا عايز Option 4 خمسة يجيب لك الحاجة اللي موجودة في الـ Option دوت فممكن يكون فيه Option مثلا إن أنا حط هنا باب و Option تاني أنا حط هنا شباك وهكذا دوتا أنا في Option 4 ممكن يجي هنا وقول له أنا عايز أحط باب ده هون الباب ده تحط فين؟ في Option 4 Option 5 ما فوش لسه إبواب فهمت الفكرة؟ طيب خلينا نقفل الشرح على كده في المثال دوت هاجي هنا أكتر حاجة اللي عجبان ايه Option 3 أعلم على Option 3 Finish Edit وقول له Make Bremory هي دي الأساسي عندي أو Option 4 Make Bremory Option 4 هو الفعل دلوقتي هو Bremory تمام؟ ممكن تقول له Delete لو عايز تلغي أو خليه Accept ويلغي البقية ما بقاش عندي Optionات خلصة تيجي هنا ما تلايش أجي Option تاني خلص تمام؟ طيب خلينا نعمل نموذج تاني وأقول له أنا عايز هنا شوف بأنت عايز سمي إيه وقول وهقول له عندي Option 1, 2, 3 وهكذا فهمنا الفكرة؟ طيب كل دول موجودين في المين موديل طيب لو أنا عايز مثلا الحواية دي تبقى موجودة في Option 8 هروح هنا لقائمة Manage ولا حاجة اسمها Add to 6 هدوس عليها تمام؟ بيقول أنت عايز تظهر في Any Options فأقول له أنا عايز تظهر في ثلاثة واربعة وخمسة واحد واثنين لا تمام؟ فلما تيجي وتقول له أنا عايز Option 1 هتلاقي اختفت طيب لما تروح للأربعة هتلاقيها ظهرت تروح للغمسة هتلاقيها ظهرت تمام؟ فحتى الحاجات اللي كانت موجودة قبل ما يبدأ شغل اقدر تحكم فيها وخليها تبقى موجودة او مش موجودة تختفي ما تختفيش وقت كذا دلوقتي هروح للمين موديل وبعد كده هقول له من Architecture ان انا عايز اضيف Components ومسلا هضيف كنوع مثلا من Furniture هضيف اثنين Components اثنين Table اثنين Discs تمام؟ وبعد كده هروح لقامة Manage وقول له ان الاثنين دول انا عايز اضيفهم للست وتبدأ بتشوف انت عايز تضيفهم لأني ممكن مثلا تخفيهم من اثنين وتسيبهم من الباقي وتقول له Back to Edit انا عايز احدد ايه العناصر لان اقدر ان انا اعدل فيها تمام؟ بحيث ان انا مثلا عندي Option 3 موجود فيهم الاثنين دول فتقدر انت اتعدل الاثنين دول في Option 3 ممكن تروح لـ Option 4 وتقول له الاثنين دول عايز اميبو هنا وعايز اعمل لهم Rotate ونطلع بهم شو هيا كده فوق و Option 5 الاثنين دول هيتنقله هنا فكده ممكن تيجي بقى على Option 2 فيش حاجة Option 4 Option 5 ده اسناء الاجتماع طب ووافقت على الحاجة فيهم هتيجي هنا وتعلم على اللي انت عايزه وتقول له Accept Primary وتلغي الباقي تعمل Make Primary و Accept Primary خلاص يبقله هتلغي وده اللي هبقى موجود طيب ممكن بقى ايه بدل ما انت بتعدل منها هنت عايز ثبتها هتقول له VV Design Option وتقول له بدل ما هي Automatic لا انا عايز اتثبتها لي على Option 5 تمام خلاص دي بقت Option 5 طب انا ممكن نلعب لها بحلو و بقى اخلي هنا فيه WKVU WKVU و واحد يبقى 4 واحد يبقى 5 دي بقت Option تقدر تيجي هنا وتقول له دي بقت Option وتقول له خليني ده مثلا دي بقت دي بقت حط في الشيط وتطبعه كل حاجات التائسة تمام؟ يبقى انا ادرجة هنا و ادرجة هنا يبقى عندي اللوحتين موجودين التوق Option موجودين في نفس الوقت في نفس الملف اقدر ان انا اطباحهم و اقدر ان انا اتعامل معهم كذا الافكار خلصت او الوزان Option خلصت لا لا فيه افكار جديدة و فيه استخدامات كتيرة هنشوفها مع بعض في الدروس اللي عربية تابعة القرناة هتنزل حاجة احسن من الشرحات النهاردة حاجة Advanced شوية